لا يرمى بالحجر إلا الشجر المثمر هكذا وصف وزير الصدر صالح محمد العراقي إفلس السياسيين ممن ينتقدون التيار الصدري بمناسبة ومن غير مناسبة وهجم شخصية المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعروفة باسم وزير الصدر صالح محمد العراقي جهات سياسية وشخصيات ردا على ما وصفه باستهداف التيار الصدري أعلاميا وقال في بيان إن جميع الأحزاب السياسية أشرت إفلاسها من خلال استهداف الناج الوحيد من كل أزماتها ولم تجد سوى التيار الصدري لتضعه في خانة المواجهة معها في إشارة إلى السجلات التي دارت الأسبوع الماضي بشأن الخراب الذي يعم مدينة الصدر صالح العراقي رأى أن الإصلاح هو من عرقل التقدم المالية للتيار وقال كنا نستطيع إعمار مدينة الصدر من أموال الفساد لو كنا فاسدين ووصف وزارة الحكومة الحالية بالمقبولة باستثناء حقائب الصحة والنفط والكهرباء والمالية وقال إن حالها لم يكن كما هو الآن لو أنها كانت تابعة لسائرون والتيار الصدري العراق شن هجومه الأعناف ضد من وصفهم بالمتشدقين بالمقاومة محاضرا من استعماله الشعب كحطب لحرب واستهداف هيبة الدولة لأغراض انتخابية في إشارة إلى الأعمال التي ترتكبها الفصائل المنفلتة ضد الدولة وقال إن القوات الأمريكية على وشك الانسحاب من العراق وإن لم تنسحب فرئيس الوزراء الصدري قادم ترجمة نانسي قنقر